ونبقى مع القضية الفلسطينية ولكن مع الصفحات العربية المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب اردوان اذ انها خرجت علينا بخرجة لم نستوعبها او نفهمها فروجت بشكل موحد لمنشورات تقول الصين تنضم الى المقترح التركي الصين وضعت امام امريكا حلين لا ثالثة لهم اما ان تكون هناك قوات دولية منتشرة في ضفة ورمالة لحماية الشعب الفلسطيني واماكن مقدساته وهو اقتراح لتركيا ايضا واما تسليح رمالة كدولة معترف بها لحماية شعبها بدلا عن القطاع ثم يواصل المنشور قائلا تسعى الصين لتحقيق خارطة تدعم بشكل كامل دولة في الضفة والقطاع واخطر من ذلك فان فشل صفقة القرن الامريكية والبرنامج الاقتصادي الامريكي استدعى الصين مباشرة لتكون هي من تبني قطاع غزة والدولة في الضفة الصين اليوم تأخذ مكانا في قطاع غزة واراضي السبعة وستين والدفة لبناء الدولة بعد ان سبقتها روسيا الى سوريا صفقة القرن الامريكية التي فشلت ستعوضها صفقة القرن الصينية اليوم التنين الصيني سيبني غزة ويسلحها وتكون لغزة اتفاقية بحرية مع تركيا دون ان ننسر مالة ودفة واراضي السبعة وستين هذا هو نص المنشور كل ما جاء فيه هبد وهري ولا اساس له من الصحة فالصين لم تقترح ارسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين ولم تطرح تسليح السلطة في رمالة او التعامل مع الضفة كدولة معترف بها والحقيقة هي ان تركيا هي صاحبة مقترح نشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين وبخاصة المقدسات اما الموقف الصيني الرسمي فقد نشرته وسائل الاعلام حيث انها هاجمت الولايات المتحدة واتهمتها بازدواجية التعامل مع فلسطين وانتقدت موقفها الذي عرقل اصدار قرار من مجلس الامن حول الاوضاع في الاراضي الفلسطينية وكانت الصين قد اقترحت من قبل مبادرة من خمسة بنود دفع عملية السلام في الشرق الاوسط تشمل حل الدولتين وعقد مؤتمر دولي والعمل من اجل التعاون المشترك